مرحبا بكم من جديد بين الماضي والحاضر تتجسد قصة عائلة نصروية ورثت عن أجدادها مطحنة تعود لأكثر من 120 عاما بابور الناصرة أكثر من كونه مصدرا للرزق هو معلم أثري يعبق برائحة التراث والتاريخ الفلسطيني أمانة أسسها الأجداد ثم تورثها الأباء فالأبناء كل شيء ممكن يتعود إلا تاريخك وماضيك أي شيء مرأ الماضي والناس اللي تعبت هون إذا ما هتمينا فيه وما درنا بالنا عليه برجعش أنا توني إليا قنازع من الناصري من مدينة الناصري وصاحب مطحنة الجليل البابور 120 سنة تقريبا صلوا البابور بالعلي مصلحة البابور لمطحنة الجليل وصلت عن طريق حياة سيدة وبعدين أبوي واليوم أنا وأخوي بنشتغل فيها قبل ما يدخل يفوت سيدة للمحل كانت هون عائلة ألمانية اللي بسموهن الألمان الهيكليين وهن بنهاية الحرب العالمية الثانية الإنجليز طردوهن من البلاد وتركوا المحل وصيدة بلش المصلحة مطحنة الجليل كانت في مطحنة للألمان بس سنة أخذوا العدة تاعتهن وحياة سيدة جاءة بعد جديدة كمان بوقته من ألمانيا ومن بريطانيا وهي العدة موجودة من وقتها بنفس المحل هون عمرها 120 سنة البابور ميزها بوجودها بالناصري وحواليها كتير من القرى حوالي 70 قرية كلهم بيجوا كانوا لهون وعتادوا أنه يجوا لهون والناس بالمنطقة عندهم ثقة بالبابور وبيجوا على البابور لأنه دائما خدم البابور الناس والقراويين وأهالي القرى بأمانة وبطريقة مزبوطة كل شيء بخطر عبالك ممكن ينطحن بالمطحنة ويستعملوه نستعملوه بالمطبخ أو بحياتنا اليومية أو كمان للدواب والحيوانات كأعلاف فالمطحنة إشي ضروري كل الوقت بحاجة إلوه وكل ما اتطورنا احنا بحاجة أكتر للمواد المطحونة البابور بيعني للبلد والبلد بتعنيه لنا كمصلحة وهن الأشيين صاروا مشيوا جنب بعد خلال 120 سنة البابور خدم أهل البلد وأهل البلد كانوا يتواجدوا بالبابور ومش بس أهل الناصري طبعا فيه كتير قرى حوالي الناصري فالتنين هنه مشيوا بخطين متوازين مع بعض بقول للجيل الرابع اهتموا بالحفاظ على الأسم والحفاظ على أنه تتطوروا وتضلقوا قائمين وتكونوا عقد الأمانة لأنه هاي أمانة القسم استمرارية سيدة وأبوي هدول الناس اشتغلوا صعب وحفروا بالصخر مشان يعملوا هيك إشي مش سهل كان تعمل هيك إشي فعني ناس تعبوا وشقيوا وكان عندهن حلم فمهم إنه أخلي هاد الحلم ما شي مش المهم أنا مش المهم أنا موسيقى 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 شكرا